بارك الله بكم طبعاً أنا لم أنسى أسألت السادة المعلقين على الفيسبوك ولكن الأولوية للاتصالات كما تعلمون في هذه الحلقة ومعنا عبد الله من بريطانيا السلام عليكم أخي عبد الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أهلاً ومرحباً سيدي أولاً سألوا الشيخ الدعاء لي ولي والدي جميع أخواني وخواتي وزواجين وزدياتهم نسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يسبغ عليك وعلى والديك وأهلك يجمعين نعمه وظاهرة وباطنه أن يبرج أمومكم وينفس كروبكم ويقضي أحوائجك آمين فضل السيدي أسأل فضلت الشيخ هل لفضلتك تدبر في تكرار قوله تعالى ما أسألكم عليه من أجل في آيات مختلفة وصورة مختلفة وهل فيها من استنباط لما ينبغي أن يكون عليه حال ورثة الأنبياء والدعات في هذا العصر والسؤال الآخر بارك الله فيكم عن المقولة للإمام أحمد بن حمبر رحمة الله عليه وهي ومنها فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليه فقد وجدنا والله جزء الأول صحيحا بما تعلمناه من فضيلة الشيخ هل وجد فضيلة الشيخ تدده شيئا من جزء الثاني وهل يفتقد فضيلة الشيخ تدده الدكتور عادي البانان فنحن الله نفتقده بأنفسنا ولفضيلاتنا السلام عليكم بارك الله بكم وشكرا جزيلا لانتصالكم أخي عبد الله شيخنا بالنسبة لسؤال الأخ سيل من بريطانيا يعني بدأ معكم بالحديث هل في تكرار قوله تعالى ما أسألكم أو تدبر في قوله تعالى ما أسألكم عليه من أجر وهل من استنباط لما ينبغي أن يكون عليه حال ورثة الأنبياء في هذا العصر نعم هذا شرط من شروط النجاح في الدعوة أن لا يريد الإنسان بها غير وجه الله وأن لا يريد بها أي جزاء دنيوي يأخذه من الناس سواء كان ماديا أو معنويا فذلك مناف للنجاح في الدعوة ومناف للإخلاص فيها والدعوة عمل يبتغى به وجه الله ولا بد أن يكون خالصا لوجه الله قد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فلذلك كل أنبياء الله يقولون ما أسألكم عليه من أجر وقل لا أسألكم عليه أجر قل لا أسألكم عليه مال فكلهم يصرحون لمن يدعونهم بذلك ويعيدون ذلك كما في سورة الشعراء يأتي ذكر ذلك مرتين في قصة كل نبي وذلك لتأكيد هذا الشرط وأن الناس يفهمون الأمور فهما ماديا فيظننا أن الداعية إنما قام ليعرف وإنما يدعو إلى نفسه لا إلى ربه وأنه يريد جزاء ماديا أو معنويا أو شهرة أو ذكرا أو تأذيرا في مقابل دعوته وهذا ما تبرأ منه الأنبياء وبرأهم الله منه جميل بالنسبة لسؤاله الثاني عن المقولة المنسوبة لإمام أحمد رضي الله تعالى عنه فما أحسن أثارهم على الناس وما أخبرهم على الناس وما أخبرهم نعم فقد وجدنا والله جزاءها في الأول صحيحا بما تعلمناه من فضيل الشيخ فهل وجد فضيل الشيخ الددو شيئا من جزئها الثاني وهل يفتقد فضيل الشيخ الددو الدكتور عادل بنعمة فنحن والله نفتقده لفضيلتكم بالنسبة لإمام أحمد رحمه الله عذب عذابا كثيرا وحبس مدة طويلة وأوذي في الله عندما وقف في وجه فتنة القول بخلق القرآن وثبته الله على ذلك وأوذي وعذب ووضع في الحديد والسلاسل مدة طويلة وكثير من العلماء والأعلام كذلك كثير منهم ماتوا في السجون ومنهم من جلد كمالك وبي حنيفة ومنهم من طرد وأخرج من بلده ومنهم من مات في السجن أصلا كابن تيمية ومنهم من حرقت كتوبه ومنهم من صدرت أمواله هذا كثير في تاريخ الأمة قل ما تهد عالما يبشار إليه بالبناء له أثر إلا وتجد صدق هذه المقولة في حياته والأخ يمكن أن يكون مطلعا على ما يكتبه الإمام السرخصي في المبسوط وهو من كبار أئمة الحنفية وكتابه من أهم كتبهم فإنه في نهاية كل جزء يكتب أنه يكتبه من قعل سجنه وهو مظلوم ويبين الحال الذي هو فيه في ظلمه والحال التي نعيشها الآن شاهدة بذلك فهو يتحدث الآن عن الدكتور الشيخ عاد البان أعمى حفظه الله وبك أسره ومن معه جميعا وعجل مخرجهم وحقن دماءهم وأعزهم فهؤلاء علماء لم ينقم عليهم أي شيء لا في دين ولا خلق وليس بينهم وبين أحد مظلم لم يظلموا أحدا ولم يخاصموا أحدا ولم ينافسوا أحدا على كرسي ولا حكم ولم ينزعوا يدا من طاعة وإنما كانوا علماء يعلمون الناس وهم الآن يحاكمون ويحكموا عليهم بعشرات السنين في السجون وهكذا كثير من من سواهم كدعاة المسجونين في الإمارات ودعاة المسجونين في مصر وغيرهم فهؤلاء العلماء والدعاة الذين يقتلوا بعضهم ويسجنوا لا نسى إخواننا أيضا من العجم فالعلماء الذين حكموا عليهم بالقتل في منجلدش وقتلوا كالملا عبد القادر والشيخ خلامة أعظم وغيرهما وكما يحصل الآن أيضا لكثير من العلماء والدعاة في إيران وفي عدد من البنان ما هذا إلا تصديق لهذه المقولة لهذه السنة الماضية والإمام أحمد ما تكلم فيها عن جهل ولا عن خبط أو خبط عشواء وإنما هي قاعدة واقعية يجدها الإنسان في حياة كل من سلك هذا الطريق والله تعالى بين أن الأنبياء كذلك أصابهم ما أصابهم وقد اشتتحنا هذه الحلقة بذكر بعض ذلك والله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ما يقال لك إلا ما قاد قيل للرسول من قبلك وإذا كان الأنبياء الكرام قد أوذوا منهم من قتل ومنهم من أخرج ومنهم من حبس ومنهم من رمي في النار وأوذوا بأنواع الأذية فكل من اقتفى أثرهم ونال شيئا من ميراثهم لا بد أن يناله بعض ما نالهم ولذلك كل العلماء والدعاة إنما هم حلقات من سلسلة طويلة فيها نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن على آثارهم من المخلصين في كل العصور وكل نكبة أصابت حلقة من حلقات السلسلة فلا بد أن تصيب السلسلة كلها ولكنها نكبات مباركة هي معالم على الطريق تدل على أن السالك لم يضل ولم ينحرف عن هذا الطريق ولذلك أصابته النكبات على هذا الطريق وهذه سنة الله سبحانه وتعالى ويفرح بها المؤمنون الذين يحسنون التعامل مع الله سبحانه وتعالى ويتأدبون معه إذا جاءتهم أذية في سبيل الله ومن أقدار الله وذكرتهم أنهم على الطريق الصواب وأنهم على طريق الحق الذي ينكب أهله ويمتحنون ألف الأم ما حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولا قادفتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا ابتلاه فمن رضي فلو الرضا ومن سخط فلو السخط وقال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فلأمثل وإنما يبتل الرجل على قدر دينه ولذلك هذه قاعدة ماضية إلى قيام الساعة أما ما يتعلق بفضيلة الشيخ الدكتور عادل بن أحمد باناعمة فكل أهل العلم والدعوة والأدب والإعلام والخطابة والفنون المختلفة التي كان له أبلغ الأثر فيها يفتقدونه ويدعون له في صلاتهم دائما ويذكرونه في كل أزمة وفي كل مشكلة كان يخطب عنها وكان لسانا صادقا لهذه الأمة وكان أيضا أديبا شاعرا وكاتبا صحفيا مبدعا وكان يعبر عن ضمير هذه الأمة الجمعي فإذا جاءت مشكلة في أي بلد من البلدان كان هو معبرا عن روح الأمة وعن الصواب فسأل الله أن يفرج عنه وعن المشايخ الذين معه جميعا وعن كل المظلومين المضطهدين والمعتقلين في كل بلد من بلدان الإسلام وشارق الأرض ومغاربة